موسيقى بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع تغاطع الجسرة وذلك ضمن جراءات الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التغاطعات الحيوية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائل الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة للتخفيف من الازدحامات المرورية في أحد عشر تقاطعا حيويا في مختلف طرق المملكة الخطة التطورية على تقاطع الجسرة ستساعد على تقليل الازدحامات المرورية في وقت الذروة على وجه الخصوص حيث سيسهل هذا الإجراء التحسيني من عملية الإنعطاف يمينا للحركة المرورية القادمة من شارع ولي العهد باتجاه شارع الشيخ عيسى المتجهة نحو المنامة وسيتم تمديد مسار الإنعطاف يمينا لتحقيق تدفق الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ عيسى دون التوقف عند الإشارة الضوية هذا التقاطع بوضعه الحالي يستقبل تسعين ألف مركبة يوميا لكن من المؤمل أن يرتفع هذا الرقم وتزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع لتبلغ مائة وعشرين ألف مركبة يوميا بمعدل خمسة آلاف مركبة في ساعة الذروة وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير وعشرة آلاف مركبة في ساعة الذروة بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع بينما سيقل زمن الانتظار بنسبة ثلاثين بالمئة مقارنة بالوضع الحالي فيما سترتفع النسبة لتصل إلى ستين بالمئة بعد اكتمال المشروع وهذا الأمر سيلمسه مرتادي الطريق خلال الفترة المقبلة هذا التطوير لن يقتصر على التقاطع فقط بل سيشمل الجزيرة الوسطى للطريق التي تخدم الحركة المرورية القادمة من جسر الملك فهد حتى أعلى الجسر ومنه إلى الشمال باتجاه البدايع ما يساهم في تقليل الازدحامات على مرتادي الجسر المرحلة القادمة تحمل بين طياتها حزمة من المشاريع الكبرى وضعتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات اسم ولي العاد لتحسين مداخل ومخارج المدينة الشمالية على اعتبار أن شارع الجنبية يعتبر شريانا رئيسيا للمدينة فالمرحلة الأولى من مشروع تطوير التقاطع التي تم الانتهاء منها مؤخرا قد تضمنت إنشاء منحدرا إضافيا بطول 1400 متر نحو اليمين لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة حيث سيتم ربط شارع الجنبية مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان لتصبح الحركة المرورية حرة دون توقف حيث تم تقدير الحركة المرورية على التقاطع بأكثر من ألف سيارة في ساعة الدروة كما أن تلك المرحلة ستؤدي إلى خفض نسبة الازدحام المروري على التقاطع ما سيزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطع مع الأخذ في الاعتبار أن منطقة الجنبية تشهد نموا عمرانية مضطردا إضافة إلى أنها تشهد مشاريع إسكانية واستثمارية متواصلة مثلما بيّنتها إحصائية المركز البلدي الشامل المرحلة الثانية من مشروع التقاطع والتي سيتم تنفيذها لاحقا سيتم خلالها تنفيذ مجموعة من التغييرات الإضافية على التقاطع لتكون الحركة المرورية أكثر سيابية في جميع الاتجاهات من خلال إنشاء مسار للنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف من الجهة الشرقية من خلال نقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد بلا توقف لتصبح الحركة على التقاطع بلا توقف بعد أن يتم تحويل التقاطع الحالي إلى تقاطع حر بلا إشارات ضوئية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الوقت الحالي تسعى إلى توسعة شبكة الطرق في البحرين وفق المعايير العالمية لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية التي تنشدها المملكة توفير مسار حر على تقاطع الجنبية لحركة المرور القادمة من شارع الشيخ عيسى والمتجهة شمالا إلى شارع الجنبية سيكون له دور لافت في التخفيف من الاختناقات المرورية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين